أحد الأخوة محسن الخاقاني من فنلندا يسأل جنابك يقول ما هو الحد الشرعي لطول الشارب الشارب؟ بل الشوارب بسم الله الرحمن الرحيم نحن مأمورين بتخفيف الشارب وإطلاق اللحة أما حد شرعي مثلا هذا الشارب إيش قد يكون؟ هو هذا حد عرفي الناس هي اللي يتحدد المهم الشرع أنطاهم شنو؟ فقرأ أنه تخفيف أزل الشارب أو أهن الشارب خفف الشارب مثلا هذه مسألة التخفيف ينظر لها منه؟ العرف العرف هو يحدد التخفيف شقد أكو بعضهم يفهم التخفيف شنو إجالة الشارب بالمرة يفهم هكذا أكو بعض لا يفهم التخفيف أنه شنو فقط يخليه بمستوى معين هذا عدل التخفيف وأكو بعضهم لا يثخن الشارب لكنه عنده فهم أنه التخفيف فقط إزالة ما تحت الشفة مثلا يكون الشفة طالعة حسب فهم العرف شنو يفهم من كلمة تخفيف أحسن زين إذا فرضا لا هو مطول الشارب ما لتل الزينة شنو ينظر للفقه في هذا الجانب زينة؟ مبلي ربما إلهفت مثال معين مثلا أذلين شاهده مثلا عند بعض الأقوام مثل الأتراك أو السوريين غيره يفتل الشارب يخليه فوقه شيء طرح نعم هذا ممكن أنه يتزين به ويبين أنه هذا الإنسان ذو شجاعة وبطولة وغيرها هذه إذا ما استلزمت الحرام أو استلزمت إهانة للإنسان المسلم هي ما بها شي جائز لكن إذا استلزمت الحرام أو إهانة الفرد المسلم لا هذا مو جائز ما يكون جائز